عمركم شفتوا حد بيعمل كده في العالم عمركم شفتوا حد بيمشي ورا فريقه لغاية يسافر سبع ساعات الكاميرو لتمن ساعات ويرجع ويتفرج على الماتش ويشجع فريقه بمنتهى القوة انا للأسف للأسف انا عندي كمية فيديوهات رائعة ولكن للأسف مش هقدر اخدها الحقيقة لانها من داخل الاستاد للفيديوهات دي انا بستمتع بيها وانا اعب بتفرج لانه قد ايه الجمهور المصري ده هو جمهور واعي وعارف هو عايز ايه جاي سبع ساعات ومسافر وطيارة وطلع من بيته ويركب طيارة وكذا 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 ويجي بعد سبع ساعات ومشوير داخل الكاميرون وزحمة جوه الكاميرون لغاية لما يوصل للأستاد ويشجع فريقه بال بالقوة دي حاجة يعني جمهور مختلف العالم كله بيحسد بيحسدنا على جمهورنا في مصر الحقيقة يعني فعشان كده الجمهور ده يستحق اللي احنا شفناه في مباراة كودفار تحديدا انا بتكلم اهو اللي احنا شفناه في مباراة كودفار وشفناه في مباراة النهاردة طبعا دي فيديوهات الجمهور المصرية بصوا حضراتكم ده احنا ده مصورينه النهاردة زميلنا هشام حسن مسافر في الطيارة اللي سافرت ودي لقطات حصرية لي نحن الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي بعض من الجمهور المصري مع بعض من الجمهور الكاميرونية وزي ما حضراتكم شايفين هو ده اللي احنا بنوريه لحضراتكم هو ده الجمهور المصري تخال حضراتك المجموعة اللي موجودة دي مسافرة 7-8 ساعات وبعدين راحوا 7-8 ساعات والطيارة نزلت الكاميرون وراحوا يرقصوا يهزروا يعملوا بتاع امام الاستاد وبعدين دخلوا الاستاد شجعوا ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمهور الجميل ده؟ مصر تستحق مصر تستحق الفرحة اللي احنا شايفينها مصر تستحق كل حاجة حلوة الحقيقة لانه اللي احنا بنشوفه ده زي ما قلت لحضراتكم كرة القدم شيء مختلف كرة القدم حاجة مختلفة تماما تماما في كل حاجة في فرحتها وفي حزنها وفي كل حاجة لكن احنا دايما نتمنى نشوف الفرحة دي نشوف الجمهور الجميل اللي احنا شايفينه ده نشوف الاداء الرائع والبطولي لكل اللاعبين لكل اللاعبين من اول ابو جبل لغاية لما طلع ابو جبل ودي ايه بيقول للدكتور انا مش حاطلع انا مش حاطلع هو طبعا يعني خايف على زميله وخايف على ان هو عايز يكمل وخايف على محمد صبحي او جاد اللي نزل وراه علشان لعيبة صغيرين ملعبوش ولا ماتش دولي دولي فبالتالي ابو جبل خايف على زميله وخايف على المنتخب وخايف على فرحة الجمهور والانقاذ التاريخي اللي عمل ابو جبل الحقيقة دي طبعا بعد الجمهور بعد صور من او بعد الفيديوهات من الطيارة من داخل الطيارة للجمهور وهو رايح يتفرج على مباراة الكاميرو بصوا حضرتك الناس مبسوطين وفرحانين وكل حاجة ولكن هو يوم صعب جدا جدا ولكن الناس مبسوطة وفرحانة رايح اشجع بلدي رايح اتفاعل مع بلدي زي ما حضرتكو شايفين حاجة جميلة جدا جدا وفي النهاية هو ده الجمهور اللي يستحق كل حاجة حلوة اللعبة اللي بتموت نفسها دي بتموت نفسها عشان خطر حضرتكم عشان خطر الجمهور ده فبالتالي يا جماعة الجمهور ده جمهور غريب جدا جمهور غريب حلو يعني حضرتك الجمهور ده بيشجع منها في الطيارة لا بجد ده يعني حاجة في منتهى الجمال سبع تمن ساعات المجموعة بتقول لي ان الشباب اللي موجودين يعني النهاردة بعد المباراة بنتكلم نبارك لبعض اللي موجودين في الكاميرون يعني بيقولولي الناس بتشجع من وحنا في الطيارة لغاية ده يعني مناش يا كابت هو ده الجمهور المصري هو ده احلى حاجة في الدنيا الحقيقة ان انت تشوف مثل هذا الجمهور وانا نفسي ألعب تاني نفسي أرجع أنا والله بجد يعني الشغلانة الواحد بيشتغلها دي صعبة جدا أسهل حاجة في الدنيا كانت ان الواحد بلعب كرة قدر هتقولي إزاي هقولك آه حاسس بضغطه كل حاجة ولكن أنا الواحدي لعيب بروح برفع أوبر كويس الناس بتسقف على طول بتاخد رد الفعل في ساعتها